هو انت اي يا اخي كل شوية كده كل شوية ضربة واهانة وقلت زوء هو فئة واحنا مش هنخلص بقى اكسم بالله كل ما تاني هتلاقي القلم نزل على وشك دلوقتي اه ده كنا مفكر نفسك هتركبينه ولا حاجة مش عشان خطر يعني عدة هالك المرة الفاتت خلاص لا ده انا موكر بصي اسويكي بالارض ليه يعني عملتي بيع وتشتري فيي بقى لي عمره قعدة سكتة والصبر عشان خطر العيال واقوله مش مشكلة يا بيت اعديله عشان خطر عيالك كل شوية تعمل معي مشكلة وتضربني وتهني قدام الناس وتهني قدام عيالك واماك تطلع تتفتح لي زورها قد كده وتبهديني هي كمان اولتوا مفكرني ايه مما ليش اهل مما ليش حد يقفلي لا اخلي بالك انا ليه اخوات وليه ضهر وليه سند بس انا عمل اقول معلش عشان خطر العيال سدى بالله ولا يعرفوا يعملوا معي اي حاجة اعلى ما فخلهم يركبوه يا السلام انت مفكرني هتخوفني بيهم ولا يعرفوا يعملوا معي اي حاجة اصلي حلو قوي ده ما عادش غير لشوية البتاعات دول اللي هخاف منهم لا يا اخت اصحل نفسك كده كويس وفوقي شوف انت بتتكلم مع مين طيب طيب تعالي 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 يا ماما تفرجي تعالي يا ستة اي اخت اي اخت الصوت العالي ده واحنا عندنا ستاتة على صوتها على رجالتها ولا ايه 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 ادخلوا يا اولاد جوه واخلكوا قيف الباب علي وقيف الباب علي نفسك جوه يلا انا اللي في ايه ببادل ما تقولي اللي ابنك في ايه وبطلت مدي ايدك على امراتك وحرام عليك اكيد اكيد استفزتيه ولا ضيقتيه وهيمدي ايده عليك يعلم الباب للطاق انت اكيد لسانك طويل واقيلت الادب وانا عارف الكلام ده من زمان وانا ياما حذرتك ونبهتك وقيتلك صوتك ما يعلاش على جوزك الواحدة تكلم جوزها كرة ووشها في الارض لكن انت لسوطك قد كرة وزورك قد كده قولي لها يا حاجة قولي لها مفكراني من الرجال اللي ستات مشيهم لا يا اختي مش انا من النوع ده انا اللي مشي البيت ده وانا اللي اقول الكلمة وهي اللي تمشي واللي مش عاقبه ياخد بالجاز ما فوق دماغه كل ده عشان بقولك هات بقيت حكت العيال كل اللي اللي هانة والتجريح والشيتيمة دي عشان كده حرام عليك يا اخ هو انا بطلب حاجة لنفسي مش بطلب حاجات بتاعة عيالك ولا انت اللي عايز تتحكم في الحاجة وخلاص براحته براحته طرامه هو اللي هيسرف وهو اللي هيدفع الفلوس براحته في ايه؟ ما انا عارف عارف ان انت لازم تقف في صف هو انت عمرك وقفت في صف ولا وقفت معايا دايما جاي علي كده هو عمتد انا ليا برضو اخوات وهجيبهم ياخدوني حق عصرها بصراحة تعبت وزيتي من القرف اللي انا فيه ده وما له يا اختي هات اللي تجي بيه هو احنا بنخاف ولا بنخاف احنا وفين يا اختي في ملكينا اس ما بتحميش ربنا على العشاء اللي هم عايشين انا مش فاهم والله انت عايزة ايه؟ انا هتصل بيهم هتصل بيهم وخلهم ييجوا تصل يا اختي باللي انت عايزة تتصل بي ان شاء الله تتصل بالشرطة نفسها ودي مالها دي؟ هو احنا عندنا ستات تمشي كلمتها على رجالتها ولا ايه؟ الراجل الراجل برضو لا ما انا فاهم يا حاجة عاملة لها دوشة كده او من على الصبح كده اول واحد مزاجه زي الزفت معلش يا ابني روّق روّق يا ابني وهده كده واستهدى بالله روّق ما فيه ستات كده غاوية نكد شوف يا اخويا من اللي بيخبط؟ هيكون مين يعني؟ الا اخواتي اهلا اهلا وسهلا تعالوا هو في ايه؟ في ايه عم احمد بقى احنا مش هنخلص بقى من كل شوية من المشاكل والخنقات وماد الايد ده ولا ايه؟ يا اخويا اقول اول سلامه عليكم اي حاجة كده ملك داخل مسك في ابني كده ليه؟ معلش يا حاجة سلامه عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي ايه جدع انت مش انا اقول لك مليون مرة ما عادت الشميد ديدك على اخت ولا تهينها كده تاني عيالك كبار وما يصحش ان انت بتعمل قدامهم ده غير انها عندها مشاكل في القلب وانت عارف الكلام ده والزعل والاهانة والتجريح انت فيها ده في خطورة عليها ما ممكن يحصلها اي حاجة فجأة والله اختك اللي بتستفزيني يعني فبتخلين اغلط فيها قلتلك مليون مرة مش عارف تتحكم في نفسك اسيد انزل واسيب لها البال لكن كل شوية تمدي ايدك عليها وتهينها وتشتمها وهو العالي يقف وتفرج بالمنظر ده هو فئة ايه ماما تغير من نفسك بقى شوية لا 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 اختك برضو غلطانة ولسانها طويل ازاي يعني ازاي اللسانها طويل يعني عايزاي يشتمها ويبهتلها وتفضل عادة سكتة ووقفة ما بتعملش حاجة والله انا حر بقى مع امراضك اه مدي ما مديش يا اختك اللي بتستفزيني وتخليني اعمل معها كده حر ده بقى لما يبقاش لها اهل لا لكن احنا بالحمد لله موجودين واهلها موجودين مش معنا ان احنا ساكينوا عمالين وقلوا ان عدوا وان عدوا ان احنا مش موجودين يعني لا لازم لك وقفة بصراحة وما ينفعش اللي انت بتعمله معها ده كل شوية تمدي ايدك عليها ليه عشان ايه والله انا حر وما حدش فيه كلمة عليها وما حدش على صوته هنا في البيت اللي انا لو سمحت وط صوتك وصوتك معادش في يعلى حر يا جدع انت اللي تمدي ايدك عليها وتقول انا حر لا ما انتاش حر وتعمل حساب ان انا موجود انا ممتش لا 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 ما توصلتش المدي لأيد بقى لو سمحت يا استاذ خالد للم ايدك عاد كده ما يصحش والله ولا تعرف تعمل معي اي حاجة خد يا خالد خد يا خالد هنا مما تمدي الشركة احنا مش جاين نتخاني احنا جاين نتكلم بضوء انا اقسم بالله لو عرفت انك مديت ايدك عليها لا لا الجاي مديت عليك المرة الجاي واه مش كلام وانا باقسمتي بالله عشان ما تفكرش ان انت راجل كده والله انت ما تعرف حاجة عن الرجول لا راجل غصبنا عنك وغصبنا عن اللي شديد لك كمان بس اللي بتكلمه في الرجولة كتير لكن اللي يعرفوها فعلا قليلين بس بس يا بيت لاح دماغي بس يا بيت لاح دماغي قال عظيم انت راجل مهزة لا 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 ما اسمح لكش بقى ما اسمح لكش كفية كده غلط بقى لغاية كده خلاص يا خالد خلاص هو ايه هو انت اللي خليها تاخد روحها خلاص يا حبيب خلاص الله عشان خطرك انت بس لكن اقسم بله لو ما اديده عليك تاني لا تطوص عليها وانا اللي هجا ما اديده عليها واعلم ما في خلو شاعتها يركبه ارتحت كده ارتحت ما مسكوا في بعضه خلاتهم يتخنقهم عاجبك كده اللي انت عملت ايه؟ انت السبب متلا كنت وقفتي وقلت الحق لكن انت دايما وقدر صف ابنك ودايما تجي علي يا شيخ يا بلاس اعرف بقى ربنا يكون في عونه صبر ومستحمل حاسب الله نعمل وكيل فيك يا شيخ حاسب الله نعمل وكيل فيك انت وابنك وما كلمتنيش ليه عشان لاجي واحضر الخناء دي الشيكة توقفها يا واخوتها كلهم كنت كلمتني يا ماما بقولك ايه يا احمد انا مش عاجبنا وضع بتاع البيت مرتك ده بصراحة معدتش عايزها في البيت عندي هنا انت تروح تأجر لها برا ترميها برا اي حاجة صح يا ماما ولا اقولك انا جات لفكرة ايه اقول يا ماما انا هعمل مشكلة معاها واتروت كنتوا الاتنين برا البيت واقولها ان انت خلاص معتش هتعودوا هنا وانت تاخدها تروح تأجر لها برا وبعد كده ترميها ولا عادت تعبرها اعمل معها اي مشكلة بقى واسبها برا ومعالش تجنى البيت البيت دي لازم تخرج من البيت وخلاص لان البيت دي لو فضلت في البيت وحصل اي مشكلة ما ممكن دم ما انت تطلقها تفضل قعدة في بيتها عساسا ان هي حضنة وده شقة الزوجية لكن لما نرميها برا وتروح تأجر لها برا وتعود لها كم شهر برا كده يبقى خلاص ما عادش لها حاجة هنا في البيت ماشي يا حاجة اعمل لي بقى المشكلة اللي انت عايزها وتروضونا برا البيت النهاردة يا ماما انا موجودة عشان ابدع كده معاك ماشي ماشي يا عين امك هي يعني بنتك اعملت لك ايه بنت مجادش جنبك ولا جيب جنبا اي حاجة عندك لا دي بنتك دي قليلك الادب والصان هطولك لا او طالع زيك يعني هي هتجيبه منان ما اطالع لامها اعمل بصراحة انا معدتش طيقة اعادكو هنا في البيت كل كوم وعادكو في البيت هنا كوم تاني ليه بص يا ماما هي بنتك اتعملت لك ايه بس بنتك يا خواه ماشي متربيه ما انتراكو انتوا فهدين تربوها لك انتوا مسكين في بعض دلو نهار وانتوا فهدين تربوها انا بنتي الحمد لله متربيه احسن تربية مهو لازم مهو لازم مهو لازم يا اختي هتقولك ايه انت هتقولي ايه يعني ولا زيبت التاني ابني اللي عمالي اتنطط لع السل مبكرة لما واجعلي دماغي هو انا ايه انا ستة كبيرة وعايزة ايبتاح في البيت بقولك ايه يا اخوي خد مراتك وعيالك وروح اتجرلك شقة بره ما عدت الشعود معي هنا في البيت خلاص تبتولي ايه بس يا ماما قاعد فين بس سواء ولم حكتو اروح فين روح يا اخويا مطرح مطروح المهمة ما تعودلش هنا في البيت انا ما عدتش طيق اوجودك ولا طيق امراتك بصراحة ما بشوف مراتك بتعصبني اصلا انا بطيقهاش خدها اخويا واغورها في ايه مصيبة هي وعيالك الا الارف دول اقوم الصبح منهم ما لاكوش موجودين في البيت سمع يحمج ولا مسامع عاجبك كده ايه بشعب عيالك يا ستة هنتقرش بره البيت اطلع بقى لمي الحاجة يلا على طول كده او احنا عملنا حاجة هو انت اما مساداتي ايه تقولي نمشي نمشي على طول كده اقولي كده انا مش عايز خنقه وعرف مع عمي خناني نبعد عن البيت ده بقى بالواجع دمار بدل ما كل شوية حشر نفسها في حياتنا اطلع اطلع لمينا الحاجة وانا هشوف الشقة بره هشوف كده عره هطلع بره كده ادور وملاقي هديكي ترفون عشان نجيب العربية وننقل الحاجة طيب اللي انت عايز هو احنا مش هنرجع شقةتنا بقى احنا هنا بقى لنا جي ثلاث اربع شهور ما انتاش عارف تصالح منتك ونرجع الشقة بتاعتنا انا مش عاجبني القادة هنا احنا مش هنخلص بقى من الحوار ده ولا ايه متبطل بقى دوشها وعاتنا بقى بلاش عارف طيب سيبلي فلوس عشان اجيب اكل والاكل بتاعي مبارح فيه مش كان متبقى منه اكلوه النهاردة هو انا روح اكل مع امي ده كل متبقى ربع فرخة وطبق رزه صغير هو ده الربع فرخة اللي هيكفينا انا والثلاث عيال احمد ربنا ده نعمة مع غيرك ما مش طيلها ما تعدش تري فينا كل شوية طلبات 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 الدرس والولاء للمدرسة وودي دوحة ده وشوف ده وعمل ده مش فضيلك انا وراي شغل ومش فضل الفيلم بتاعك ده طيب موقض هروح اقض اليوم عند اختي واخد العيال معايا اختك مين يا امو اختك انت؟ مبلانية لهم وصنطة ولا ايك الادة ده ما تربطش ولا شاف التربية البيت دي ما عد تشرح لها اصلا بقولك ايه انا مش عايزة غلط بقى ما انا اليوم ما شفت من امك ما بقولكش ولا كلمة بقولك ايه مش عايزة كلام كتير ما فيش نزول ولا عاد فيه اخوات ولا زفته ولا طين طول ما انت عادة تقعد تتريمي هنا ومش عايزة اشوف حد منهم عندي هنا في البيت ما يقولكش انا مش طيب اشوف خلقت حد فيه كسما بالله لو شفت اختك دي هنا موجودة في البيت اللي هطلع ما وين لازمت قلت الادب والشتين بالام والاب ده؟ لازمت ايه يعني؟ هو انت فاكر انت متشتم اختهم بشتمش امو ابويا؟ لا 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 ده انت صعبة والعيشة معاك بقى تتريمي خليك بقى عيشة الوحدة اختك القرف يقرفك برافو عليك يا احمد ده انت ايه؟ ده انا صدقتك يا ابني عيب عليك يا حاجة ده انت ربيتك ايوه ده انا كنت وقفة في البيت جوه وعما انا مسح صفعة من دي حتى قلت ايه ده ده انت مسيلت الدور ايه بايت كون وده اسبتها في البيت هناك بقى مع نفسها وهبعت لها كل يوم ميت جنيه ولا مية وخمسين جنيه خليها تغور في ستين ده يا بقى هي والعيال وعلى فكرة فاكر ما نالصح بيت اللي كان عينك منها زمان؟ اوه ايه اللي كانت مسامسيمة وحلوة قوي دي اتطلقت من جوزة وبقالها خمس شهور دي انا قبلتها بالصدفة وانا ماشي قلت بقى ايه البيت دي حلوة هتنفعك وانت اصلا كان عينك منها زمان قال هاديك رقم التلفون بتاعها وبقى كلمها وقعدوا بقى اخرجوا وتفسحوا كده وانس امرتك وقرفها وعيالك اه والله الواحد بده حاجة كده تنسيه القرف اللي هو عايش فيه لا 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 يا بيت ما تدلوش الرقم ولا حاجة اعزمها عندنا هنا على الغداء بكرة واخوكي برضو ييجي ويعودوا بقى يستيروا ويتكلموا مع بعض شوية كده صداي فكرة حلوة برضو يا ماما اه وبعكها اخوكي بقى وهو قاعد يتكلموا مع بعض كده وهو يدها رقم التلفون هي بقى هتديله رقم تلفونها وانشوف وينسى بقى القرف واجع القلب اللي هو عايش فيه ده خلاص عمناها غدا حلو بكرة بقى وعزموها وعرفوني اول ما توصل وانا جيلكم ماشي ماشي يا حبيب اختك عشان تعرف تنقيتي انا مش عارفة الراجل ده مش هوراح فان كده وقلع الدول كل ما اتصل عليه ولا اجا اكلمه يعمل بلوك وقفل الدنيا واجا اكلمه يعد اشتمني بالامة والاب ويشتم في اخواتي انا مش فهمة بصراحة عامل ايه اعمل ايه في ابوكو ده بص يا ماما انا هقولك انا مكنش عايزة اقولك والله عشان ما تزعليش بس انا والله وانا خرجة من الدرس مبارح شوفت بابا ماشي ومعاه واحدة كده وعمان يتحكم ويهزروا مصوتهم عالي كمان كمان يعرف واحدة وعمال يمشي معها ويخرج معها عشان كده يا دو بيبعت لكل يوم المية وخمسين جنيه وخلاص معادتش هشوف وشه وانشال ايده بقى خلاص من المصاريه طب انا هدفع ايه بالمية وخمسين جنيه دي حتى دروس بدعادكم اما انتو واخوكم ولا هى抅كلكا ووالا اشربكم بيهم ولا استعمل بهم ايه انا معادتش اعرف لا منه هل يرث طغنى ويسيبني فى حالي ولا تصرف عالبيتوا gratuit الاستعمال vimos ت adgeh seen ووسائل التواصل الابتماعي ومعدش بيكلمني خالص ولا بيكلم عياله ولا أشافهم أصلا بقاله خمس شهور يا دوب يا دوب ابني بس لو شافوا بالصدفة كده ولا حاجة في الشارع مش عايز أرفع قضية عشان خطر البنات عشان اللي يجولهم محدش يقول دابهم ومهم مطلقين نبقى قدام الناس حتى شكلنا حل وغات مجوز البنات وبعاني المحاكم حبلها طويلة وفين وفين على ما يحكمهم وانا مش عارفة مش عارفة أصرف مينين ولا جيب مينين انا فعلا بدور على شغل بس مش لقيه وهو ماشي ورا كلام مامته واخته اخته الحرباية اللي عرفته على البيت دي حسب يالله ونعمل وكيل فيها كله دا عشان تبعده عني وهو فعلا بعد عني وعمالي بلوك خلاص على التليفون ولا عادتش يكلمني ولا عادت عارفة أوصلي ولا عارفة كلمه ومن يومها ومن يومها وخلاص ما عادتش ليه اي علاقة بينا ياريت لو حد عنده حل ليه يبعته لي ويقول لي عليه انا بدور على شغل بس مش لقي والمية وخمسين مش مكفيين انا وثلاث عيال طب انا اعمل ايه ياريت ياريت اللي عنده اي حاجة حل المشكلة دي يبعتلي هو ما نننساش نصل على نبيه في كومنت وتقولوا ايه رأيكم اعمل ايه في المشكلة اللي انا فيها دي